كما أعلن السيد أحمد ياب أو نائب أحمد ياب رئيس ربطة الأندية أنه الجزء الأول أو المرحلة الأولى من الدوري الدور الأول من الدوري هيشهد حضور جماهيري يقدر بعشر تلاف في كل مباراة خمس موزعة طبعا على فرقتين فبالتالي كل فريق هيبقى من نصيبه خمس تلاف تذكرة لحقق لها حضور المباراة والتجربة يعني ممكن نقول خضعة للتقييم وقابلة للزيادة يعني إيه؟ يعني على حسب شكل الأداء والتزام الجماهير في المباراة الدور الأول من الممكن جدا أن الرقم ده يروح لأبعد من كده في بداية الدور الثاني وده طبعا اللي نتمنىه واحد يشوف طبعا النهاردة مطشاط في أفريقيا مش بقولك في الخليج أنا بكلمك على مطشاط في قارة أفريقيا في تنزانيا وفي غيرها يعني من الدول حقيقة بنشوف مباراة شبه إلى حد كبير جدا الدوريات الأوروبية فنتمنى الكرة بدون جمهور حقيقة بتفقد جزء كبير جدا من طعمها ومن حلوتها ومن إثارتها جمهور دايما هو يعني هو صانع البهجة والفرحة لما يكون موجود في المدرجات ونتمنى إن شاء الله بإذن الله لنا التجربة مع بداية الدور الثاني تكون ناجحة بشكل جيد كلامنا عن منتخب مصر تعرفين حضراتكم أنه المنتخب طبعا فيه تعقف فيه أجندة دولية فيه شهر أكتوبر وفيه مرحلة تصفيات بداية مرحلة تصفيات كسر عالم في شهر نوفمبر ومستر روي فيتوريا المدير الفاني منتخب مصر بيتكلم كمان على تحضيرات معسكر للمنتخب قبل انطلاق بطولة أفريقيا التي تتعف في كوديفور في يناير اللي جاي أعتقد تبدأ في نص يناير تقريب 12 أو 13 يناير لكن هو يمكن كان بيتفق مع المسؤولين المعسكر أو الأجندة الدولية بتاعة شهر أكتوبر اللي جاي المنتخب مفترض أنه هو هيلعب مباراتين وديتين اللي كان تم الإعلان عنه أنه عندنا مباراة مع زنبيا ومباراة مع الجزائل بعد كده في نوفمبر هيكون عندنا مباراتين رسميتين واحدة مع جيبوتي في بداية مشوار تصفيات كسر العالم والتاني دي هتكون هنا في القاهرة والتاني هنخرج بره عشان نواجه سيرليون في يوم 20 من نوفمبر كلام النهاردة على معسكر منتخب في شهر يناير اللي يبدأ قبل بطولة أفريقيا واللي ميستر فيتوريا عايزه يبدأ قبل بطولة بعشر أو بحداشر يوم وهنتكلم عن تفاصيله النهاردة